أم محمد من السعودية تقول أحياناً لما أجلس أسبح وأستغفر تقول في يدي الجوال وأشوف بعض المقاطع وكذا تقول يعني أذكر من دون استحضار ما حكم ذلك أم محمد بارك الله فيك لا شك بأن الذكر عبادة جليلة وقربة عظيمة فالله جل وعلا امتدح الذاكرين قال تعالى والذاكرين الله كثيراً والذاكرات وأمر الله بذكري فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ومن الذكر التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير وجميع التقديس لله عز وجل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن ذكر الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الكلمات الأربع هن الباقيات الصالحات لا إله إلا الله كلمة عظيمة ولذلك أخت الفاضلة الذكر على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى ذكر اللسان وهو أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا بلسانه دون استحضار قلبه هذا ذكر الذكر الثاني ذكر القلب وهو أن يذكر الله بقلبه من دون تحريك لسانه وهو أن يستحضر وأن يمر ذكر الله على قلبه ويعظم الله عز وجل بقلبه هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة وهي الأفضل والأكمل والأحسن أن يتواطأ اللسان مع القلب بأن تذكر الله عز وجل وتستحضرين ما تقولين هذه مرتبة عظيمة مرتبة عظيمة جمعت بين ذكر القلب وذكر اللسان ولذلك أنت تذكرين الله بقلبك وبلسانك والقلب هو الأصل واللسان معبر عما في القلب فلذلك تلفغاضلة يعني أنت واضح بأنك تشغلين نفسك بالمحمول أو الجوال ذكرتي وعن ذكر الله طبعا هذا لا شك بأنه يضعف أجر الذكر ويضعف قيمة الذكر فيبقى ذكر اللسان فقط وهو حركة هذا اللسان في فمك مجرد عن استحضار معاني ما تذكرين وما تعظمين الله عز وجل و لذلك نحي الجوال جانبا و كملي تسبيحاتك مثلا أذكار الصباح و أذكار المساء و هذه الأشياء و بعدين نشوف المقاطع بعد ذلك المقاطع قصدي الشرعية و المباعي